السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازايكم يا بنات يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. نهاردة ان شاء الله جايفكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا سهلة وبسيطة. وباذن الله هتنزل معك الدهون بطريقة كويسة جدا. ناس كتير يا بنات سألت انا عايزة وصفة مخصوص عشان الكرش والارداف والكلام ده كلها. كل وصفتنا يا جماعة اللي احنا بنا يعني اللي انا بنزلها لك ديها ده اعتبر خاصة بالكرش والارداف. وان شاء الله الوصفة بتاعتنا النهاردة بازن الله هتبقى وصفة مميزة. ان شاء الله ده هتنزل معاك كل الدهون ديت. وهتحرق معاك الدهون بطريقة ممتازة. تمام? يلا يا جماعة كده تسمي الله وضغطوا لايك للفيديو. واللسه بشوف قناتي الاول مرة. يريد تعمل الاشتراك للقناة. ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصلوا كل جديد. شيروا الوصفة عشان وتقدرها بنتو تعملوها في اي وقت. يعني فيش فيها لأ مكونات كتير ولا الكلام ده خالص مفيش. لأ هي مكونة من حاجة واحدة بس. ده ان شاء الله اللي احنا هنجرح حلاص يومي. تمام? ده هنعملها مرة في اليوم. والكوباية تانية ان شاء الله هعمل لكم برضو في نفس الفيديو. هنشراوها يوم تاني. تمام? ما بدأين كده? انا معاك كوباية الماية اهي. ديت آآ الكوباة اللي انا عملها قدامكم ديته طبعا ده اللي هنجرح حلاص يومي ان شاء الله ده اول حاجة ان احنا هنشربها. تمام? دي هناخدها اول يوم. تاني يوم هناخدوا الكوباية التانية اللي انا هعمل لكم برضو في نفس الفيديو. يعني ده هناخدها يوم وده هناخدها يوم. تمام? يعني هنبدل كده. ليه بقى انا بقول لكم كده ديت يوم وديت يوم. ليه? علشان تزود معدة الحرق معاك. ما تستمرش على يعني الكوباية واحدة بس ولا حاجة. لأ. علشان جسمك ما تعودش على الحاجة لأ. كل يوم اخدوا الكوباية من شكل. وهقول لكم بعض الوصفة التانية بتتاخد بعد الفطار ولا قبل الفطار الكلام ده كلاته. دي كده يا جماعة معلقة خلي طفاح على كوباية المية بتاعت دي. دي انتم شايفين هدي. تمام? معلقة كبيرة طبعا من بتاعت الاكل. دي يا جماعة الكوباية دي ده كويسة جدا. اهم حاجة يكون تخلي التفاح معاك نظيف مش مخشوش. لازم يكون تخلي طفاح آآ نظيف سادق. عشان يعمل معاك نظيف كويسة. معلقة واحدة بس هي على كوباية زي ديت. ده بنجرح عراسيا من قبل ما بتكون يعني على معدة فاضح. قبل ما يكونوا واكلة قبل ما يكونوا آآ شار باية حية. لازم بيكونوا غدين الكوباية ديت. آآ بالنسبة جماعة بقى للناس اللي هي عندها مشاكل آآ يعني عندها قرح ان هي مسلا بتاعد الخل بتتعب او بتاعد اللغون بتتعب. بلاشن هي تستعمل الوصفة دي خالص. تمام? دي ممكن انتخدها برضو مرة آآ قبل السحور. تمام? يعني ان شاء الله ده هناخدها يوم والوصفة اللي انا هعمل لكم دلوقتي ديت هناخدها يوم تاني. تمام كده? يعني دي يا جماعة ان شاء الله هناخدها في يوم الواحد. آآ الوصفة اللي انا هعمل لكم دلوقتي برضو ده هتتاخد في يوم تاني الواحد. يعني نمشي بالتبادل كده. ديت يوم وديت يوم. ده بازن الله بقى ان شاء الله هطيئت على الدهون عندك. حتى لو انت عند كرش عندك ارضات عندك الكلام ده كلاته. ده ان شاء الله هتيحرق معاك الكلام ده كلاته. تمام? ده كده يا جماعة خلصنا اول كوباة معايا. وقلت لكم ده تتخد امتى ده ان شاء الله ده ان شاء الله لله هناجرح عليها سيامنا. اما الكوباة تانية نفس الكوباة ده بالزبط برضو. يعني معلاقة الخل على معلاقة المياة دية البيضة. هناخدها برضو. يعني قبل السحر كده بربع ساعة. هنكون ناخد كباة زي ديت. تمام? يعني مرتين في اليوم. ده كده خلاص هجي مع الكباة دي بقى ده انا هشيه. تعالوا بقى يعني الكباة التانية. ده كده انا عندي لونتان اتنين هوت. ده جماعة لونتان اتنين. آآ غسلهم طبعا. وبقى الطعم. زي ما انتم شايفين كده. هحطوهم بقى ايه يعني هحطوهم في الخلاق كده بالااا بالقشر بتاعهم ولا وكله. يعني مش هشيل منهم حاجة. اللي هقشر ولا هعمل منهم اي حاجة. هو البزر ده بس يا جماعة اللي انا بشيله. ده بس يا جماعة القشر ده اللي انا بشيله خالص. علشان ما يعملش مرارة. وانا بشربه الكوباة. اهو. ده شيلت اللمونة اهو. ده كده كمان اهو لانتم شايفين. ده البزر. ده بس اللي انا بشيله. اما الجلد ده انا هسيبه. الجلد ده جماعة مش هعملك مرارة ولا حاجة. بقى اطلعوا كده هون. برضو دي نفس الشيء برضو. هشيل برضو منها البزر خالص كده هو. اللامودة اتنين. اللامودة يا جماعة فيه فايدة كبيرة جدا. آآ حتى القشر برضو. القشر ده صحي وكويس جدا. آآ بجيب كل المكونات ديت. وعندي في الخلاط. ده كده بنات انا معي شفش الخلاط. هحط بقى فيه اللمون. طبعا زي ما قلت لكم بيكون مخصول عشان ما قلتوا بقش. لما اتنين بس. ومعي بقدر كبتين اتنين الميا. ده جماعة ميا برده من الحنفية. لبكون لا سقعة قوي ولا سخنة قوي. انا مش عايزة. انا عايزة من الحنفية. تمام? آآ تاني مكون معي بقى. ده كده انا معي لانها لانها اخضر كده لماعة اهوت. اطفوا بس. اهو. آآ مهم جدا ان انت تعملي فرش يعني آآ اخضر. مش ناشف. تمام? يعني انت مسلا لو انت عندك آآ طلات اربع عدان آآ رحته جميل جدا لانه دان عيناها بلده. رحته جميل جدا ببقى له راحة جميلة جدا لجمعنا عيناها البلد ده. ده كده انا خلصتها هوت. ده جمعي الوقت كده للموتين على كباتها المياه. آآ حابة ان انت تضعف الكمية ضعفها براحتك انت. آآ حابة زودهم كمان كوباية بقتولك كبات على اساس ان ان انت تشربوا منه. يعني طول الفترة بتاعت آآ ما بين الفطر والسحور ديت. ممكن انت تشربوا منه. يعني انت ممكن تعمل حوالي ترك كوباية على الوصفة دي. طيب معي بعد كده ايه? معي معلقة. ده كده يا جماعة معلقة زنجابيل من بتاعة الشاي. معلقة واحدة بس صغيرة من بتاعة الشاي. تمام? لو انت عندك الزنجابيل فريش ده يبقى كويس جدا احسن من البودرة. انا بس جماعة متوفرة عندي البودرة دلوقتي مش متوفرة عندي اللي هو زنجابيل فريش. آآ لو انت عندك الفريش ممكن تقطعها هتتان حلوان كده. وتقوم حطهم في قلب مع اللمون مع النعناع. هيتفرم. برضا هتديك نفس النتجة. ما عندك شيء يحط البودرة زي ما انا عملت كده. آآ الناس بس يا جماعة اللي هي تسأل هتقول تب نحط سكر نحط عسل. لأ يفضل ان انت تشربوا كده من غير لا سكر ولا عسل ولا اي حاجة. لو انت مش قابل طعمه كده ممكن تحطي نص معلقة عصر صغيرة خالص. على اساس ان انت يعني ايه يحل الطعم شوية. تمام? بس عصر ابيض يا جماعة اللي هو على عسل النحل ده محدش يحط عصر اصمر او اي عاصل تاني. آآ تمام? بس ان انا بفضله ان هو يكون من غير عسل من غير سكر من غير اي حاجة. واحدة واحدة هتتعود على الطعم بتاعه هيكون كويس جدا بالنسبات لك. ده كده يا جماعة الخلط بتاعنا جهز افراد بالشكل انت شايفينه ده كده. ده بلوقتي بقى انا هنصفينه. لأينا طبعا مش هننفعنا احنا نشربه كده بالشكل ده. مهما انت عصرتيه ناعم برضو مش هنفع ان انت تشربه بالحاجات اللي فيه. طبعا الكمية كبيرة. ده كده يا جماعة كمية اعتبر كبيرة معي شوية هيت. ده ممكن تتجاهزها عندك في ازازة. وتحطها في التلاجة على طول طول ما انت يعني الفترة اللي هي بتاعت آآ بعد الفطار لغاية الصحور دي ده ممكن انت قاعدة تشرب منها. آآ بتبقى كويس جدا وانا كيتها جميلة جدا يعني انها ناعدوها ترحتو جميلة جدا واللمون. يعني كلتها حاجات طبيعية مغزية. ده كده يا جماعة بعد ما صفته ومعيا شافشة اهوت. آآ الشافشة ده طبعا انا همليه وحطه في التلاجة يفطل عندي. هشرب منه على طول بقى. طبعا آآ من زي ما قلت لكم. من بعد الفطار لغاية الصحور. آآ زي ما تحب تشربه اشربه. تمام? هصفيه بقى قدامكم في قلب الشافشة. ده كده يا جماعة انا حطته في شافشة قهوة. ده طبعا انا عملته على قد الكمية اللي انا هنشربه. آآ حضره كوبايتين تلاتة. يعني على قد ما حسب ما انت تقدر تشربه اشربه منه. دهت باكواس يعني محدش تشرب كتير اول حاجة يعني هو اكتر حاجة ممكن تشربه منه تلاك كوبات. ده هتبقى كواس جدا. آآ مش حبه دعمه اشرب كوباتين اتنين ده هيبقى كواس جدا. تمام كده يا جماعة? آآ زي ما قلت لكم بقى في بداية الفيديو خالص. انت ممكن تمشي في الوصفة الاولانية. ده تمشى فيها يوم اللي هي الماء بالخل التفاح. آآ وتمشي بالوصفة ديت يوم. ده هيبقى كواس جدا. الناس اللي مش حابة يا جماعة خلوا التفاح. ممكن تمشى على الوصفة دي كل يوم ده هيتبقى كويسة جدا. وده يا جماعة الوصفة بتاعتنا كده جايزة تخلاص معنا اهيت زي ما انتم شايفين. آآ بعد كده طيب هناخدها ازاي? طبعا انتم عارفين ان الجو حار. الوصفة دي مطلوبة جدا جدا في الايام اللي زي ديت. مطلوبة ازاي? هنعمل شفشاء كامل كده. زي ما انتم شايفين الوصفات اللي احنا عملناها كده مع بعض. وهنحطها في التلاجة عندنا. تبقى ساعة. عندما نيجي نحس بعطش او نحس ان احنا عطشانين ولا حاجة بنشرب كوباية زي ديت. ده بتبقى كويسة جدا جدا. يعني آآ المقصود من الكلام ده كلته ان احنا هنعمل شفشاء زي دوة طول النهار وهنحطه في التلاجة عندنا. وقتما نحس آآ وقتما نحس بعطش آآ او نحس بجوع هنغض كوباية زي ديت. كوباية دي كويسة جدا جدا. فنزل الوزن معاك. من جهة تانية كمان هتبقى حلوة اوة اوة كمان لبشرتك. الناس اللي هي دايما بتحس بالجفاف دايما في البشرة بتاعتها. حس ان البشرة بتاعتها بها تانى. او تحس ان هي مسفرة كده او بادة. الكوباية دي ممتازة جدا للحاجات اللي زي ديت. تمام? طيب. آآ احنا كده دلوقتي خلاص آآ قلنا على الوصفات. هنيجي بقى بالليل طبعا آآ مش بالليل طبعا يعني مش بالليل بالليل لأ. يعني من بعد الساعة ستة كده نحاول نحن احنا منتع الشاشة. آآ زي كل مرة ما احنا بنقول في الفيديوهات يضوبك علبة الزبادة يا جماعة. آآ ما كانش علبة الزبادة يبقى طبقة صنعة خفيف. قطعة جبن قريش. ده كفية قوي قوي مع الوصفة ديت. تمام? ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.